اهلا وسهلا بكم في توتوريال جديد من اروي تي ستوديو. النهاردة هيكون بسيط. هنتكلم عن ازاي نعدل خط القطع بتاع البلانات جوه آآ خصوصا لحاجة مسلا زي السرلم. فانا دلوقتي هفتح آآ فايل من سامبل فايلز. انزل تحت. سامبل فايلز دي اللي بتبقى نازلة مع وهفتح مسلا ده اوكي فتحت الفايل. هدخل هاو على البلان. ده المشروع بتاعنا. اشوف اي سلم من السرلم. واللي يكون السلم ده. عادة السلم في ريفت بيتقطع في نفس منسوب قطع بقية العناصر في البلان. واللي هو مثلا على ارتفاع متر عشرين او متر تلاتين. نشوف ارتفاع القطع ده من هنا من البروبرتيز بتاعة البلان. في حاجة اسمها فيو رينج اختصارها في ار على الكيبورد. ندوس على ادت. اهو. ده منسوب القطع بتاعنا في البلان على متر تلاتين. لو انا حبيت عدله. خليه مثلا الفين. ندوس هلاقي خط القطع في السلم. راح على القلبة التانية زي ما آآ معظمنا بنحب نرسمه في البلانات المعمرية. ولكن المشكلة كده ان انا كل البلان بتاعي بقى مقطوع على اتنين متر. فبالتالي ممكن فتحات او تفاصيل معينة ما تظهرش عندي في في البلان بتاعي. انا كنت عايز اقطع فيها على ارتفاع متر تلاتين. فانا هدوس كنترول زد. ارجع في الخطوة اللي انا كنت عملتها دي. وهنتعلم بقى مع بعض ازاي نغير بتاع منطقة السلم بس. وبقية البلان يفضل زي ما هو. من فيو. عندنا حاجة اسمها بلان ريجن. هدوس عليها. ادخلني جوه بالمنزر ده. انا المفروض ارسم مستطيل حوالين السلم بتاعي. فهرسم مستطيل. وخلي بالي ان انا يفضل ما ارسمش على بالزبط بتاعت السلم. فانا هعمل عشرة سنتي. عشان لما اجي ارسم المستطيل اللي انا برسمه ده. بترسم حوالين السلم مش على الحدود بتاعته. آآ بالزبط. تمام كده رسمت. هدوس صح. انا كده. عملت اللي ممكن يديره بقى دلوقتي مختلف من هنا. اهو هدوس على ادت وغير الف وتلتمية دي اخليها الفين وامتين. مهم جدا اخلي بالي ان الرقم ده ما ينفعش يبقى اكتر من لو حبيت ازود عن الفين تلتمية مسلا. الفين وخمسمية. لازم التوب رينج مسلا يبقى الفين ستمية مسلا يعني. هدوس اوكي. هلاقي خط القطع بتاعي يتقلب في القلبة التانية. بدلا ما كان في نص القلبة اولناية بقى في القلبة التانية زي ما معظمنا يعني بنحب نرسمه في البلانات. اخر حاجة لو حبينا نخفي المستطيل ده. هسلكت عليه. يبقى كده احنا هتعلمنا على بعض ازاي آآ نغير خط القطع في البلان لحاجات زي السلالم. وده عن طريق التول اللي قلنا عليها النهاردة اللي هي بلان بيجن. الف شكرا لكم ونشوفكم التوتوريال اللي جاي.